بسم الله الرحمن الرحيم عظيم القدر عند الله شريف جليل عظم الله شأنه وأودع فيه من الخيرات والبركات والهبات ما هو حري بكل مسلم ومسلمة أن يكونوا في ذلك اليوم على أعتاب الفضل والعفو والمغفرة يطلبون ما عند الله عز وجل عشر نقاط أوجز فيها ما يتعلق بفضل هذا اليوم العظيم أولها أنه اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه الكريم في قوله سبحانه وشاهد ومشهود فعلى قول عدد من المفسرين من التابعين والصحابة رضي الله عنهم أن اليوم المشهود يوم عرفة لكثرة ما يشهده الناس في ذلك الموقف العظيم والله جل جلاله إذا أقسم بأمر دل على عظمته وتنويها بشأنه الأمر الثاني أن يوم عرفة أحد الأيام الفاضلة العشر التي أقسم الله تعالى بها عشر ذي الحج في قوله سبحانه وليال عشر والقول الراجح الذي عليه جل المفسرين أنها عشر ذي الحجة وغير خاف عليكم أن يوم عرفة هو التاسع من بينها الأمر الثالث أنه اليوم العظيم الذي امتنى الله تعالى فيه علينا أمة الإسلام بإكمال الدين وإتمام النعمة في الصحيحين أن يهودي قال لعمر رضي الله عنه آية عندكم معشر المسلمين لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر رضي الله عنه أي آية هي قال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه أما إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أو عشية عرفة يوم جمعة الأمر الرابع أن يوم عرفة أحد الأيام العظيمة للمعلومات التي من أجلها شرع الحج إلى بيت الله الحرام لإحياء ذكر الله وشهود المنافع في سورة الحج قال ربنا عز اسمه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات أما إنها الأيام العشر الأول من ذي الحجة خامسا يوم عرفة هو أحد الأيام العظيمة التي تشهد فضلا ربانيا كبيرا خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام وآية ذلك أنه اليوم الذي تفتح فيه أبواب المغفرة والعتق من النار نعم فما رؤي الشيطان أدحر ولا أخزى منه من يوم عرفة لكثرة ما يرى من عظيم عتق الله تعالى فيه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة قال وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء الله أكبر ما أعظمه من يوم يغشان أمة الإسلام سادسا يوم عرفة يا أمة الإسلام يوم الحفاوة يوم الإكرام والهبات يوم فتح الأبواب للدعوات خير الدعاء دعاء يوم عرفة يقولها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يقول لنا وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فأين الباحثون عن العطاية أين الطارقون لأبواب الدعاء أين المنتظرون لإجابة الدعوات دونكم هذا اليوم العظيم واطرقوا فيه الباب وألحوا وارفعوا الدعوات للمجيب الكريم سبحانه وتعالى سابعا يوم عرفة شهوده للحاج فضل وصومه لغير الحاج فضل آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله السنة التي بعده هذا يوم عظيم لا يرد فيه مقبل على فضل ربه الكريم سبحانه وتعالى ثامنا أما الحجاج فيوم عرفة يوم المناجات يوم الدعاء يوم الابتهال يوم التوجه إلى الله عز وجل الصعيد الذي يقف فيه الحجيج بعرفات فينصرفون من ذلك الموقف وقد غفر الله ذنوبهم وأذن لهم بالميلاد من جديد نعم يوم عرفة الذي يشهده الحجيج رجاء أن يصيب ذلك الموعود الكريم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ما أشبه يوم عرفة بمخاض كبير تشهده الألوف المؤلفة التي يولدون فيها ليلة العيد من جديد تاسعا يوم عرفة أمة الإسلام يوم تكون صبيحته يوم فرحة وبهجة وسرور إنها ليلة العيد فما أعظمه من يوم نهاره فضل ودعاء وعتق ومغفرة وعفو وليلته فرحة وبهجة وأنس تكبر فيه أمة الإسلام تستقبل يوما من أيام فرحتها وبهجتها يوم العيد عاشرا وأخيرا يوم عرفة وما أدراكم ما يوم عرفة يوم لا كالأيام يأتي مرة في العام فطوب لمن أقبل عليه ومن أقبل عليه فليعلم أنه لا شيء يمكن أن يصيب به ذلك الفضل العظيم والموعود الكريم أعظم من توحيد صادق يملأ به قلبه لله ولهذا جاء في الحديث وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل يعني عن دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فاللهم إنا نسألك من واسع فضلك وجودك وعطائك ونسألك يا ربي من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخن بناصيته اللهم فأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا واختم لنا بالصالحات أعمالنا كان ابن عمر رضي الله عنهما في دعائه في يوم عرف أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى ثم يخفض صوته ويقول اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين